من الرفق بالمدين ألا يعجل الدائن على المدين في طلب ماله قبل الأجل الذي حدداه ثم إن وجد فيه إعساراً أن ينتظره إلى زمن الإسار وأن يطالبه بالمعروف قال الله تعالى وإن كان ذو عسرتين فناظرة إلى ميسر وله بذلك عظيم الأجر قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسرين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة بالطبع إخوانا بالعكس الإسلام قال له للدائن إذا أعسر هذا المدين طول بالك وقال له للمدين إذا صار معك مصاري أي يوم تتأخر عن السداد أنت ظالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ولكن هنا نقطة هل يجوز للمقترض أن يأتي إلى صاحب المال وقد حان وقت السداد اليوم يقول له أنت بدك مني ألف إذا بدك يعني يرجعون بلا ثلاثمية خد سبعمية إلاك بلا خمسمية بتاخد خمسمية ولا إلاك بلا سبعمية ثلاثمية بس بعطيك لك يا رجل أنا صليم دينات من أول السنة والله هيك حبيت تأخذ ثلاثمية وبتسكر لي حسابي بعطيك ثلاثمية يا حرام أداك من حاجته لماله بيقول له أنا رضيت إلا هو رضي بس هذا الظالم هذا السارق هذا المعتدي على حقوق الناس سينتقم الله تعالى به من ماله بدل ما تحسن إليه الشريعة تدعوك ترجع له الألف وتعطيه فوق الألف ثلاثمية ترجع له الألف وتحكي قدام كل الناس بأنه فلانا نفضل عليه ترجع له الألف وتظلك تدعي له الشريعة تدعوك أن ترد الدين وأن تزيده طبعا من دون شرط إذا كان فيه شرط سابق صار ربا على أنه بالشريعة تجوز الحطيطة يعني ممكن أنا أكون مدينك والأجل لراس السنة بس أنا الآن احتشت المال أنا مدينك ألف بيجي لعندك بيقول لك أخي إليك مصلحة ترجع لي سبعمية ومسامحك بجوز شايف أنا اللي قلت أو أنت تعرض عليه بس من دون أن تضغط عليه مو لما بنا ندور الحساب للسنة الجاي بشان ما دوره أنا تروح تضغط عليه إلى أن أخذ أقل مقدار ممكن على كل من الرفق بالمدين إسقاطوا بعض الدين أو مسامحتوا بجميع الدين إذا كان المدين معصران والدائن في يسر ورحبوحا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر